السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم إخواني في دس جديد على قناتكم استفهام عام اليوم إن شاء الله سوف أريكم بعض الطرق للتخلص من حقوق الملكية من الصور بكل سهلة ما عليك سوى اختيار الطريقة التي تناسبك والتي تبدو لك مناسبة وقم بتطبيقها من أجل إزالة حقوق الملكية على الصور فأولا إخواني أذهب إلى جوجل ثم أختار هنا الصور وهنا أضع مثلا دوغ يعني كلب أعزكم الله ثم أختار هذه الصورة مثلا فقموا بحفظها في المكتب أولا بهذا الاسم يعني هذه هي أول طريقة فعند تغيير اسم فنحن الآن لدينا صورة لكن عليها بعض المعلومات الخاصة يجب إزالتها كذلك نقوم بالضغط بالزر الأيمن للموس ثم هنا ثم هنا ثم هنا ثم من هنا ثم من هنا لكن من الأحسن أن تقوم بالتغيير عليها قليلا مثلا كإضافة لون خاص هنا فسأختار مثلا هذا البرنامج المحاكي للفوتوشوب لكنه سهل بعض الشيء على الفوتوشوب يعني خفيف لمن أراد هذا البرنامج فليتواصل معي فسوف أقوم بإخباري بإسم البرنامج وطريقة الاستفادة منه وهو مجاني كذلك إذن وأقوم هنا بالتحديد يعني هذا اللون الأصفر مثلا والتغيير على هذه المناطق وهكذا بكل سهولة حصلت على صورة حصرية لك أخي الكريم إذن هذه هي الطريقة الأولى إذن هذه هي صورتك بدون حقوق ملكية وهناك طريقة تانية كذلك إخواني فإن كنت تستعمل الهاتف النقال ما عليك سوى أن تقوم بسكريم خاصة بالصورة ثم الاشتغال عليها بدون أي مشكل مع احترام هذه الطريقة الأخيرة التي قمت بتغيير لون الخلفية حتى لا تعقبك روبوت جوجل أو روبوت أمازون أو أي موقع تشتغل به يمكنك كذلك عمل سكريم بالحاسوب ثم ذهب إلى البرنامج الخاص بك أو أي برنامج آخر أنا أفضل هذا البرنامج لأنه سهل للغاية لا يتطلب كذلك بعض المواصفات الكبيرة في الحاسوب فأقوم هنا بنسخ هذا السكرين الذي قمت به وبهذا الشكل أحاول أخفاء جميع اللاير ثم هنا أقوم بالاحتفاظ بالصورة كذلك بهذه الطريقة وبكل سهلة إذن هذه الطريقة الثانية الخاصة بالسكرين وأخيرا الطريقة الخاصة بالفوتوشوب فما عليك سوى الذهاب إلى الصورة التي تريد إزالة الحقوق الملكية عليها ثم وضعها هنا داخل برنامج الفوتوشوب ثم تقوم بالتعديل على خلفية الصورة لأن الصورة كذلك يقوم الروبوت الخاص بأمازون يعني عندما نتحدث عن أمازون كي دي بي أو عندما نتحدث عن ميرش باي أمازون أو كذلك عندما نتحدث عن مواقع التي تعتمد على الأدسنس فسوف تأتيك مخالفة إن لم تقوم بتغيير يعني خلفية هذه الصورة أو بعض الأشياء كلون هذه هذا الكلب أعزكم الله فهي طريقة وطرق سهلة جدا فاليوتيوب مليء بهذه الأشياء إذن عند الانتهاء تقوم هنا بالضغط على فيشي ثم تبحث عن إكسبورتاسيون ثم هنا انغوجستري بالصورة كذلك وهي بدون حقوق ملكية إذن ثلاث طرق بسيطة وسهلة للغاية الطريقة الأولى إزالة الداتا الخاصة بالصورة عن طريق يعني الماوس والطريقة الثانية إزالة الداتا عن طريق السكرينشوت وهذه الطريقة الثالثة الخاصة بانغوجستري بغلويب بالفوتوشوب وهما طرق سهلة وبسيطة جدا لكن أذكركم إخواني لا بد من تغيير قليلا على الصورة حتى لا يتمكن الروبوت من تعقبها إذن إخواني هذا درس بسيط جدا لكنه مهم للغاية لجميع الأشخاص الذين يشتغلون في الأنترنت فما عليك أخي الكريم إلا تطبيق طريقة من هذه الطرق التي تبدو لكم سهلة فلكم الإختيار إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر إعجاب وإن كانت هذه هي أول زيارة لقناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول ودمتم في رعاية الله